حد قاسي ما بيستوعبش مشغولين لتنين احد الطرفين عن التاني فيحصل ايه صمت ونيجي بقى للخرس الزواج صمت والصمت ده يعني مشكلته مشكلة على فكرة ليه اولا لان رقم واحد انت مش هتعبر على جواء ويبقى جواك حاجات حاجات اي 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 انا انا جوايا احتياج وجوايا مشاعر بس انا مش عارفين نقوله ومش عارفة فالصمت صيد الماء خلص غلط ويحصل ايه بقى اطع التواصل اطع التواصل لما يحصل مفيش تواصل انتو عارفين يحصل ايه خلص خلص يختيف الحب بقاش ما يبقاش ده مش بس يختفي احنا ما بنقولش احنا ما بنعبرش فالاصل في الامر خلص طالما انا ما بعبرش وما فيش تواصل فانا مش مطلع فاطلع اللي جوايا فالدنيا بوزت الدنيا بوزت ده مصصح ده مصصح النقطة المهمة لما بيحصل عدم استعاب ما فيش شكر اطع تواصل ما فيش تعبير عن اللي جوايا ويحصل خرص زواجي يحصل ملل ورتابة كرسة ملل ورتابة متكرر متكرر هو اللي بنصبح بفيه بنبج فيه بننام فيه وهكذا والملل ورتابة موجودين ما بيروحوش وتنكسر وسلسية البيت الجميل الحب الاحترام التقدير تنكسر تنكسر السلسية دي يا أخوات ما فيش انسجام ما فيش رغبة اصلا ان احنا نصلح ببن خلاص الرغبة راحت وبعدين كل واحد بقى ايه يقلل من مجهودة تاني هو انت بتعملي ايه هو انت بتعمل ايه لو انا مناش فاهمة سايكولوجية كل انا فاهمة سايكولوجية الراجل بيفكر ازا وبيتعامل ازا وبيعمل ازا ومش فاهمة سايكولوجية السيد انت مش فاهمة ولا عارف تتعامل معها امر طبعا هنوصل لكده خلاص ولا عايزين رغبة وكل واحد ينتقد التاني بقى وتبقى الحياة الزوجية كلها انتقاد 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 كامل انت بتعملي واقيفلك على الواحدة ايه استسلام بقى استسلام بقى وفشل للعلاق خلاص ما هي كده احنا متجوزين عشان العيال بس طرق صامت خلاص احنا قاعدين مع بعض بس عشان العيال لا اكتر ولا قال طب نعمل ايه نعمل احنا مش عايزين هي بتقولك انا بحبه بس كنت بحبه يعني يعني الاول كنت بحبه وكان فيه بيننا شغل في حب هو يقول والله ايا كانت كويسة وكلام ده وكان فيه بس ايه دلواتنا